نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المؤتمر السادس بمقر بيت الشباب بمحافظة الإسماعيلية يهدف المؤتمر لتوحيد رؤية ورسالة المؤسسة ودمجها في الخطط التنفيذية للبرامد والأنشطة مع رفع جودة الخدمة تحت شعار قوى إنسانية بكفاءة وفاعلية نظمت مؤسسة راعي مصر أحد أعضاء مؤسسات التحالف الوطني المؤتمر السادس لموظفيها بمقر بيت الشباب بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة عدد كبير من أعضاء المؤسسة الهدف الرئيسي هو رفع الكفاءة للعمل الوظيفي والخدمة الإنسانية التي تؤدى من مؤسسة راعي مصر في المجتمع مش بس رفع كفاءة إن احنا كمان نكون أشخاص فعاليين مؤسرين موجودين في المجتمع النهاردة كان المؤول مؤتمر الذي يحضره مؤتمر مهم في جذب معي فرج معي جدا اتعلمت إن الخدمة أهم شيء والحب والتعاون وإن فيه مؤسس راعي مصر فيها إبداع وبتكار مش حاجة إقلادية خالص المؤتمر يهدف إلى توحيد رؤية ورسالة المؤسسة ودمجها في الخطط التنفيذية للبرامج والأنشطة مع رفع جودة الخدمة من خلال تفضيل مصطحة المؤسسة ونشر أجواء من الانتماء وتفعيل فكر تكامل البرامج في التنفيذ وذلك من خلال أهداف محددة نحو رؤية موحدة لكل العاملين في راعي مصر وإعلاء مبدأ المصلحة الفضلة للمؤسسة وترجمة الرؤية إلى خطط وإجراءات للتنفيذ وللتركيز على مبدأ القائد الخادم نحن نهاردة في المؤتمر السنوي الخاص بمؤسس راعي مصر قوة إنسانية بكفاءة وفعالية للموظفين بتوع المؤسسة نحن نتكلم على الخادم في المؤسسة أن أنت الزيت تكون خادم بقلب خادم مش مجرد موظف بتأدي وظيفة وبتنتهي الفعالية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذلك في جميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 عندنا دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسة عنوان الدورة التدريبية ديت هي قوة إنسانية بكفاءة وفعالية احنا معروفين أصلا عن رأي مصر احنا مشتغل بإنسانية عالية جدا وبمنتهى المحبة للمجتمع كله فالنهاردة بنحط كمان أسس لإزاي الإنسانية تبقى بكفاءة وفعالية وتستمر جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خدمة فئات كثيرة من أطياف المجتمع وذلك منذ انطلاقها في شهر مارس عام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين